حوار تلفزيوني كارثي بمعنى الكلمة بكل المقاييس والمعايير الإعلامية رداء في الأسئلة ورداء كبرى في الأجوبة وما بين الرداء في الأسئلة والأجوبة أيضاً هناك غياب ممنهج جداً للأمور التي يجب أن يتحدث عنها الرئيس شوفوا الحوار التلفزيوني هذا تم تسجيله صباح السبت 30 جوليا 2022 وهو اليوم 30 جوليا هو يوم عيد العرش لدى المغاربة وتم الإعلان فيه عن خطاب سيوجهه الملك المغربي محمد السادس الجزائر تعيش أزمة مع المغرب أزمة واضحة وبينة كان من المفروض أن الذكاء الإعلامي يخلوه ما يسجلوه يوم السبت 30 يخلوه يوم الأحد مدى مرح يبث مساءً؟ عليش سجلوا صباحًا؟ سجلوا يوم الأحد أولاً انتظر خطاب الملك محمد السادس أكيد يتكلم عن الجزائر ويوجه رسائل الجزائر قد يتهجم على الجزائر يا سيدي ما شرح متوقع يقولي مد يد للحوار يا سيدي قد يتهجم على الجزائر قد يتهجم على تبون شخصية ديروا الإحتمال هذا أجله كان من المفروض يسجل يوم الأحد يوم الأحد يسمعوا الخطاب ولا يمكن أن الصحفي انت صحفي رايح تعمل حوار تلفزيوني أنت الذي تدير الحوار ما شرح يجل سيادة الرئيس سيادة الرئيس سيادة الرئيس سيادة الرئيس حتى قره الجزائريين كلمة سيادة الرئيس يعني والله هذا الحوار هو أسوأ حوار ديروا تبون مقارنة مع الحوارات الأخرى حتى الحوارات الأخرى سيئة ولكن هذا أسوأ بكثير بكل المعايير الإعلامية ظهر حوار يتحدث من أجل أن يتحدث المهم أنا ذكرت لكم في مداخلة اللي علقت فيها على خطاب الملك المغربي محمد السادس تحدثت على هذه النقطة أسمع واشكر أنا تبون عنده حوار هذه الليلة تم تسجيل وانتهى الأمر هناك محتمالات أنه تحدث عن هذه الأزمة القائمة مع المغرب أنه سئل على العلاقات الجزائرية المغربية والأرجح أنه جاء بنفس الأسلوب وأعتقد إن كان هذا قد حدث سيحذف هذا المقطع بعد خطاب الملك محمد السادسي ربما يطلع الحوار ما فيهش حديث عن المغرب يعني هناك أزمة مع دولة جعرة ملكها دار خطاب في يوم مهم بالنسبة للمغاربة وجه يد الحوار مد يد الحوار وجه رسالة إلى الرئاسة وإلى الرئيس تبون شخصيا في الغدوة يبث حوار ما فيه ولا إشارة أنا لا أملك معلومات صراحة لا أملك معلومات عن سبب غياب هناك احتمالات قراءات إما أن الصحفي أعطاوله أمر قالوا له المغرب ما تكلمش عنه وانتهى الأمر هذا من ناحية هذه غير لائق تماما صورة الدولة كي الملك دولة وانت في أزمة معاه وإعلامك يوميا يحكي على المغرب وكالة الأنباء الجزائرية تحولت إلى لا هم لها إلا المغرب يعني ما تتردش عليه هاسيدي قال بأنه رد عليه هذا من المفروض لو أن الحوار سجل ما بعدها يعني أنه على الأقل تتكلم على هذه الأزمة أنت مقبل على قمة عربية والصحفي سألوا عن قمة العربية وقالوا ناجحة ولموا الشمل هناك من المفروض سؤال يفرض نفسه مهنيا يفرض نفسه والمغرب هناك كان يسألوا إذن أنه أعطالوا الأوامر إذن هذا يفقد لهذا الحوار معناه معناه أصلا يعني في زمن الإعلام المفتوح هذا والناس كل تحولوا إلى صحفيين وإعلاميين معاك أن أنت ما تجيب لي تدير الحوارات على طريقة السبعينات أوكي أمر آخر أنه تكلم عن المغرب وتم حذ يعني أنه يتكلم عن المغرب ربما تهجم على المغرب ورعوا هذا الأرجح وهذا الأرجح أنه يتكلم عن المغرب وتهجم على المغرب وبعد ذلك يتكلم الملك المغربي وذلك أجلوه يعني عادة كانوا يصوروا الصباح ويبثوه العشية هذه المرة صوروا الصباح وخلوه الغدوة العشية هذه الأول مرة تحدث حسب معطيات اللي عندي والمعلومات اللي عندي يعني أنهم داروا عليهم قصة راقيب وللأسف خلواك الجملة الذك اللي تحدثنا عليها في مداخلة وأخرى اللي فيها تطاول على الذات الإلهية فوتوا هذا المهم أنه تم حذف هذا الكلام لأنه غير لائق لأخر يتكلم بسلوك حضاري وخطاب أخلاقي ويسجل أهداف في شباك أهداف أخلاقية وليس سياسية ولا دبلوماسية أخلاقية بمعنى الكلمة في شباك النظام الجزائري يأتي هذا وانت يأتي تهجم عليه راح تكون صورة بعيسة هذا احتمال أمر آخر أنه تكلم في مواضيع المغرب ولكن مواضيع جانبية وهذا غير لائق يعني الملك المغربي يطرح لك يمد يد الحوار وأنت تتكلم في أشياء أخرى لا علاقة لها بالحوار فاضطروا حذفه إذن الحالة هذه اللي وقعت فيها الجزائر ورن نبحث بطرق ربما نصل إلى أي معلومة تتعلق بغياب تام للمغرب وللأزمة مع المغرب في حوار تبون الذي أجراه مع التلفزيون وبث بعد خطاب الملك المغربي محمد السلام